وجه فؤادك للإله وخزون ما فيه للمولى العلي رضاه والله يقبل توبة من مخلص في قلبه خوف وفيه رجاء أين الملوك أينما ملكوا فقد رحلوا فقد رحلوا فتلك ذخارف وباء الحق حي ما عداه باطل 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 والكائنات بأسرهن فناء فيارب بهم وبآلهم عجل بالناصر وبالفرج بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ما مضى يا واسع الكرم أحسنت أستاذ محمد الأستاذ محمد الريفي واحد من مشتدين الشباب أهلا بيك ورحبا أيضا بضيوفنا الكرام الأستاذ عبد الرحمن هشام مداري بتنمية الشريعة أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن والأستاذ مازي المصطفى الداعية الشاب أهلا بيك أستاذ مازي طبعا احنا بدأنا على عكس المعتاد قدمنا للضيوف قبل الحديث عن موضوع الفقرة ضيوفنا الكرام أحد عناصر مبادرة مسلم أنا مسلم أنا هي أحدى مبادرات مجموعة للشباب الحالم لإطلاق الدعوة بشكل جديد ومختلف لإرشاد الشباب لمعرفة قيمة حياتهم ليكونوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ربما ما زالوا على بداية الطريق ربما لم تكتمل تجربتهم بشكل محكم حتى الآن لكن الحقيقة الواضحة أنهم بدأوا بالسعي وباستخدام وسائل التواصل الحديثة ودمجها لتوضيح رسالتهم وهي تجديد الخطاب الديني والدعوة وهي من أهم مطالب العصر الحالي لمواجهة معظم مشاكلنا التي تواجهنا في الفترة الحالية خاصة بين الشباب الشباب أنفسهم الذين يحلمون بأن لا يأخذهم طيار مجهول لمصير مجهول أيضا فنجد عناصر التطرف تظهر في الخطاب الديني المتشدد ومظاهر البعد عن الدين أيضا تنتج من عدم فهم الخطاب الموجه يمكن حضراتكم في سياق الجولة الإخبارية اللي بدأنا بها في حلقة الليلة أشارنا إلى خطورة هذا الموضوع بعض عناصر الشباب في واحدة من محافظات الجمهورية محافظة بورسعيد انضموا لتنظيم داعش الإرهابي إذن فهذا الفكر المتطرف والمتشدد بطبيعة الحال ينتشر ويتوغل كان لابد من بعض المبادرات كمبادرة مسلم أنا أهلا بكم مجددا معلش الصوت السيد محمد هو أخذنا في البداية بدأنا به لأنه صوت رائع بسم الله ومشاء الله أحسنتها السيد محمد أبدأ معك أستاذ مازن يعني الفكرة وملامحها وإزاي جت وتطورت إزاي بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا كنا بنفكر إزاي نحن يكون عندنا استنتاج جديد إزاي نحن نفكر للشباب الجديدة إزاي نحن نوصل للفكر الوسطي المحترم إزاي نحن نحاول نقرب الناس لربنا سبحانه وتعالى بحيث أن يكون منتج حياتهم يكون ليه كيمة يعني ففكرنا إنها ما فيش حد خالص عامل فكرة التيم ديت أو الفريق فكل واحد بيطلع لوحده بمفرده يكون سواء دعية أو يكون سواء في الكميونيتي بتاعته والبيئة بتاعته ففكرنا إزاي نحن نعمل تيم محتوي تيم إعلامي تيم دعوي تيم إداري إزاي يكون فيه كل التشكيلات ديت إزاي يكون تيم قوي يقدر يواجه الكلام دوات يقدر يواجه الصعوبات يقدر يواجه الحياة يعني الفكرة مش متاكزة فقط على الدعية لكن زي ما حركة أوضحت فيه عقول تاني بتفكر في الإدارة في الدعاية تمام أو كلهم على نفس سلمة الدعوة بحيث إن إحنا إزاي نوصل إن الدين دي الدوة دين حياة كامل مش متركز بس في الموضوع ده بل العمل يعني من الدعوة كل أسلوب الحياة بتاعنا من الدعوة برضو كل حاجة بتصب في البيئة بتاعت الدعوة إزاي إن إحنا يكون حياتنا لها هدف إزاي يكون لنا رؤية للشباب إزاي إن إحنا نبدأ نصلح الشباب أنفسنا الأول والشباب إزاي يكون فيه هدف للحياة عزيم طيب أنا برضو مهم أعرف رأي حتركة أستاذ عبد الرحمن يعني فكرة إيه العلاقة بين التنمية البشرية والدعوة هل هناك رابط ما لعل الأستاذ مازن مشكورا قال فكرة إنه الإدارة لابد أن تكون حاضرة ويمكن ده جديد برضو أول مرة نسمعه فإيه العلاقة بين التنمية البشرية والدعوة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هو فكرة الفريق بدأت من فترة يعني إحنا بقلنا ثلاث سنين حابيت أقول للتاريخ ده عشان مهم بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا بقلنا ثلاث سنين من ضمن البرامج بتاعتنا إن إحنا عندنا برنامج اسمه مسلم أنا إحنا بنصوره ومفروض إن شاء الله ينزل بإذن الله فكرة الدعوة والتنمية البشرية هي فكرة تجديد الخطاب الديني زي ما حك تفضلت إن هي الفكرة كلها مش إن أنا بغير في الثوابت أو في المضمون لكن أنا بغير في الإسلوب وفي الطريقة بحيث إن إحنا نكون مواكبين للعاصر اللي إحنا فيه بسرعة اللي بتحصل التغيير اللي بيحصل بسرعة جدا 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 في البيئة اللي حوالينا سواء من ناحية العالمية أو من ناحية المجتمعية أو ناحية السوشال ميديا أو كده ففكرة مسلم أنا إحنا فريق فيه جزءين يعني فيه جزء إداري وفيه جزء إعلامي الفكرة من الأولى زي ما مازين قال الأولى فبفضل الله سبحانه وتعالى في وطن عاربي في مصر إن إحنا كفريق دعوة يعني إحنا التلاتة بنتكلم مع بعض يعني كلنا بنطلع فيه إيفنت مثلا أو أي حدث إحنا التلاتة بنطلع فيه حتى البرنامج بتاعنا إحنا التلاتة برضو طعاين في البرنامج بسه بشكلها مختلفة يعني شكلها نفسها مختلفة الأسلوب نفسه مختلف بحيث إن أنا موصل الناس إن أنا عايز أوصل لنموذج معين دي رؤيتنا في شكل بتاعنا نحن نوصل لنموذج معين هو نموذج الشخص أو الإنسان المسلم اللي هو بيطبق أصفات الإسلام في دينه وفي شخصه وحياته المجتمع اللي هو عايش فيها وبعدين ده بينعكس على شخصه هو داخليه فهي الفكرة إيه الفرقة بين مسلم أنا وأنا مسلم ماذا لكت عايزة توقف مع حضرك فيها بس قلت يمكن ربما التقديم والتأخير يعني لا يستحق إن احنا نسأل السؤال ده بس واضح إنه ليه دلالة ما بالضبط فهو الفكرة كلها إنه هو إيه الفرق بين مسلم أنا وأنا مسلم إن أنا لما أقول أنا مسلم أنا قدمت شخصي أو ذاتي الأول قبل قبل صفات الإسلام وأخلاقيات الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنا أبعث وتنميم مكان من الأخلاق فالدين كله مبني على الأخلاق فلما أقول مسلم أنا يعني أنا مسلم أن حققت صفات الإسلام وأخلاقيات الإسلام في ديني وفي شخصي وفي مجتمع المحيط بيا بعد كده بتنعكس على شخصيتي على سلكياتي إن أنا سواء مع نفسي أو مع الناس فبتنعكس بعد كده على واقع حياتي كله فبتطرد يتغيره فالفكرة كلها إنه مزاجة أو إيجاد النموذج المسلم المتميز لكن تأكيد حضرتك في سياق كلامك إنه شخصك الكريمة أنتو التلاتة حاضرين في العمل ده هل معنى ده أنه الدائرة خلاص مغلقة عليكم أنتو التلاتة ولا ممكن حد تاني ينضم ليكم لا هو الفكرة وهو مش مقفولة علينا حتى زي ما قلت رايك نحن عندنا فريق إداري وفريق إعلامي الفريق الإعلامي أنا هو مازل محمد الفريق الإداري لسه فيه أستاذ يوسف ده ماسك بوده التسويق والسوشيال ميديا مع أستاذ عمر يعني إحنا معانا شباب تانين معانا أستاذ فادي معانا كمان أستاذ محمد إسماعيل كل دول معانا في الفريق من ناحية الإدارية كتنصيق مثلا أو كتسويق أو كترتيب وتنظيم ومراقبة علينا حتى عشان خطر الإيفنس بتاعتنا أو البرامج اللي إحنا بنقدمها عزيمة أستاذ محمد فكرة الابتهال أو الصوت الحسن ده ممكن فعلا يلعب دور مهم جدا في مسألة الدعوة أو تعريف الناس بصحيح الدين طبعا ده من أساس الدعوة يعني ممكن مثلا واحد بكلامه يجيب أو يعني يتكلم مع الناس فدي فكرة الإنشاد ده ليه دور في اللعب في الدعوة يعني أنه كل واحد ليه متخصص في حاجة معينة حتى في البروجرم يعني فأنا مسكت مثلا القصص والحاجات الدعوية شوية وبدخل معها كمان حاجات يعني إنشاد فدي طبعا بتلعب دور يعني عزيم أقول لحضرك فضلت شيخ مازن لا لا ولا حاجة لا 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 مازن بس الفكرة دلوقتي حضرك لما بتختار موضوع برضو واضح إنه تركيزك كله على الشباب في المقام الأول برضو حضرك بتعمل مسح شامل كده لأهم المشاكل والقضاء لشغل فكري الشباب ولا بتختار المواضيع النمطية في الدعوة هقول لحضرتك حاجة لا هو طبعا إحنا مسكين فئة معينة يعني ما يقارب من سن 16 سنة البيئة اللي هي لسه نشأة جديد لحد سن ما يقارب 28 سنة قبل كده أو بعد كده ما فيش مشكلة لأن الدين يعوم على الكل ولكن حضرتك أنا في البيئة بتاعتي أنا كشاب فبلحز أمور كتير قوي بتبقى وقع عند بعض الناس أو في أمور كتير قوي بتبقى فيها نقص فأنا بحب أركز جدا على الأمور يعني الثوابت عند كل الناس ولكن في أمور معينة بتبقى نقصة يعني كنت كان في السوشيال ميديا وفي الإيفنتات بتاعتنا بنحاول نتكلم في حاجة الناس ما تكلمتش فيها طبعا السن بتاعي أو الدور بتاعي أن أنا بكون شايف الشاب اللي قدامي دوت فكره عامل إزاي البيئة اللي هو عيش فيها تفكيره المستوى الاجتماعي بيلعب طبعا دور على الكلام ده كله فأنا كشاب في نفس السن دوت بيكون نفس المشاعر ونفس الأحسيس فلما يكون عندي الفكري ده فلازم يكون الفكري ده متبادل بيني وبينه فبتبع التواصل ما بينه وما بينه بيكون أسهل كتير من ما بين واحد كبير وهو سنه صغير وده كان بيساعد كتير جدا على التواصل يعني أنه هو إزاي يستنتج المعلومة أسرع من أن مثلا عالم أو شيخ يكلمه طبعا هم فضلاء وفقراصنا بس الشاب لما يكون معاصر السن بتاعه بيبعارف طريقة اللبس بيبعارف الشاب في السن ده بيفكر إزاي فبيبعى الموضوع أسهل بحيث حتى لما يشوف شاب بقده نفس البيئة اللي هو عايش فيها نفس التفكير نفس الكلام ده كله والشاب ده وتقرب لربنا سبحانه وتعالى حتى شكل لبس حضرتك برضو مختلف عن شكل الدعية النقط يعني مثلا فهو بيبقى يفكر وضحر طبعا متعمد ده الفكرة برضو تكسر الحاجز اللي بينه شوية شوية بس أنا بحب الكاجول شوية فهو لما يبدأ يفكر كده طب هيقول طب ماذا شاب بييلب ازاي وعايش نفس العيشة بتاعتي بس هو بيفكر فكر صحيح طب ليه أنا مبدأش أفكر فالشاب ده لما يبدأ يتكلم معاه في الكلام ده فبيكون التواصل أسهل بكتير أو بيكسر الحواجز كتير عما بين واحد في سن مثلا من الاربعينات وطالع غير لما يكون سن شاب 23 سنة هو عنده 23 سنة بيكون التواصل بيكون أسرع كتير طيب حضرتك نفس الوسيلة اللي حضرتك بتستخدمها في فكرة التواصل مع الشريحة دي من الشباب هي برضو نفس الوسيلة اللي ممكن تكون أداء يعني سلبية لانحراف الشباب بفكرهم مسألة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هذا العالم الافتراضي بمفتوح ومتاح أمام الشباب تمام تمام فبيكون فيه خطورة من بعض المواقع وبعض الجهات اللي ها بتحاول تشكك الشاب المسلم الصغير ده في دينه تمام فهل حضرتك مثلا بتعمد أن تجيب الأضايا الخلافية ديت أو الأضايا اللي ربما بتعمله حالة من البلبلة تمام وتحاول تجاوب عليها اه احنا تكلمنا في النقطة دي بس في حضرتك أمور بتبقى أكبر مننا شوية فبنخلي كل مقام مقال أو بنخلي لفترتها ولكن أنا بمسك النقطة اللي في الشريحة بتاعتي وفيها نقص يعني كنت عامل كذا فيديو على الانترنت يعني كان فيه بيتكلم عن موضوع الخشوع في الصلاة نعم كان بيتكلم مثلا عن قضية الألفاظ اللي هي ما بقيت ما بين الشباب بنتكلم عن القاعدة الأساسية نفسها معرفة الله سبحانه وتعالى فازاي ان احنا بنبدأ نربي أساس سليم عند الشباب وبعد ما بيتربى الأساس دوت هو بيستنتج أمور كتير بعد كده فأنا بقيت باخد النواقص أو الحاجات اللي أنا في العالم اللي أنا عايش فيه وبشوف ايه نقص عند الشباب أو يعوم الشباب وببدأ أتكلم فيه وده كان الحمد لله يعني بيعمل تواصل كبير جدا وناس كتير بفضل من الله سبحانه وتعالى بدأت يعني تفكر فيه عزيلا سوز عبد الرحمن سمحني في السؤال ده لكنه ممكن يأتي في ذهن بعض الناس وخصوصا لحضرتك لما قلت فكرة انه عندكم ياس مسؤولة عن التسويق حد ممكن يقولك انتو بتهدفوا للربح او بتهدفوا في النهاية لمسألة كسب المال ومين اللي بيصرف على كل الشغل اللي حضرك بتعملوه مرة تانية سامحني لكنه من المهم ان احنا نوضحه للناس لا مش مشكلة هو الفكرة كلها فيها الفريق لا يهدف للربح اطلاقا مفيش اي جهة او اي نية او يعني اولا مفيش جهة مفيش حد يموين احنا بننوين نفسنا دي نقطة النقطة التانية احنا لا نهدف للربح اطلاقا حتى البرنامج او الشغل اللي بتاعنا احنا بنعمله بنعمله بدون مقابل تماما اضافة لكده ان الفكرة كلها وما فيها احنا بنعتمد على نفسنا زي ما وضعتها هيك في النقطة دي احنا الفريق نفسه يعني تحركاته كانت الفترة الاخيرة مش كتير او شوية بس برضو زي ما ضعتها هيك انه مفيش اي نوع او نية يعني فكرة انتو بتقولوا تبرعات مثلا او حد بيمول شغلكو مفيش ده جهد ذاتي او بالضبط احنا يعني فريق غير هدف للريح اطلاقا واحنا كمان لا ننتمي اي طيار ديني او سياسي احنا شباب مستقل بنفسنا بذاتنا مدرستنا الدعوة والتنمية او الدعوة التنموية حتى احنا عملنا نوع من انواع الندوات الجديدة اللي هي شكلها شكلية مختلفة او مبتكرة فكرة الندوات التدريبية الندوات التدريبية الندوة في نفس الوقت بتكون فيها تدريب بيكون فيها ترينج للناس بحيث ان احنا نكسر حواجز بحيث بحيث ان احنا بندربهم على الكلام المعرفي اللي احنا بنقوله فبيبقاش كلام بس دي ندوة بتبقى برضو على الانترنت ولا بتنزلوا للناس تعملوا ندوة فعلا يعني تتواصلوا باتصال حي مع الناس او باتصال حي بنزل مع اماكن مثلا سواء يعني اماكن جامعيات مثلا او مثلا دوابت مفتوحة في اماكن تبقى متنصقها قبليها او كده زي ايفينت عادي في اي مكان اوضحت انه فيه فريق بمعنى بالمسألة دي بيرتب وعد لها اعداد جيد انتو حضراتك بتتواصلوا عن طريق الفيسبوك ولا ليكوا مواقع او ليكوا تواجد على مواقع تانية زي يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى المختلفة احنا عندنا سواء بتاعتنا على الفيسبوك اسمها ايه اربوك برضو عشان الناس لو حبت تابعكم اسمها مسلم انا الامي كابيتل والاي كابيتل مسلم انا باللغة الانجليزية بالانجليش ايه عندنا كمان على جوجب بلوس عندنا على تويتر عندنا على يوتيوب اسم الحسابي بنفس الاسم نفس الاسم اللي هو مسلم انا فالفكرة كلها ان احنا موجود على يوتيوب قناة ليكوا او شرقه برضو قناة ليكوا على اليوتيوب مسلم انا برضو المادة المقدمة كل حضراتكو بتكلموا عنه ده كمادة مصورة متاح حالي لا هو حاليا احنا كنا يعني الفترة الاخيرة مؤخرا احنا كنا بنعمل فيديوهات جديدة كنا يعني من ضمن البرامج بتاعتنا الجديدة بنعمل حاجة اسمها فيديو الدقيقة او فيديو دقيقتين تبقى مواضيع يعني متفرقة مش متربطة مع بعض ولكن تبقى يعني شغلة بال الشباب لان احنا لمسنهم فبتبقى شغلة بال الشباب زي مثلا ايه موضوع المذاكرة وقت الصلاة وقت المذاكرة وقت الامتحانات الواحد يقرب من ربنا سبحانه وتعالى وقت الامتحانات فدي مهمة جدا مازل ما شاء الله عليه يعني غطى النقطة دي واحنا بنحاول نغطيها محمد ما شاء الله مرضو عمل فيديوهات انشاد وقرآن يعني ايات كده قرآنية بتبقى مدتها دقيقة بس الفكرة فيها الموعزة والتذكير لا انا اصدف النقطة دي انتو بس تواجدكوا فقط على مادة علامية مقدمة ولا في شكل مشكال التواصل مع الناس يعني يبدأ مثلا يسأل اسئلة بتتناقش معه في موضوع معين يعني فيه شكل مشكال التفاعل معهم ولا بس هو مادة علمية متاحة لا هو طبعا فيه تواصل مع الناس وفيه تفاعل الناس بيعطونا اسئلة بدون تعليهم ولكن طبعا مش كل اسئلة فقية لانه هو يعني منقال لقدر فقط افتح نعم فاحنا احنا الواحد ما بيفتيش نحن بنجدعه بالموضوع ده خالص بالعكس احنا لو فيه فتوى او فيه مسأل سؤال احنا بنجدنا نوصلهم لمشايخ معتبرين مش بالضرورة فقط حالة من حالات العصف الزهني زي ما بقوله المناقشات كده في مواضيع معينة ده طبيعي يعني ده متاح او متاح الشباب مثلا ممكن حد يكون بيسأل على موضوع مثلا ايه زي الموضوع اللي نتعطيه هايك ده اللي هو موضوع الصلاة مثلا وقت المذكرة او مثلا موضوع التوبة مثلا ان الله الواحد زي يتوب وزي ربنا سبحانه بتقبل التوبة من العبد طالما طابح طالما يتاب ويعني ما يستكبرش او ما يستعظمش الزم اللي هو وقع فيه فمواضيع زي دي ما بتحتاجش نحن نسأل لما لو حاجة يعني عويصة شوية ومحتاجة فسألوا هذا الفكر وستاذ محمد فيما تعلق برضو يعني الجانب للصوت الحسن او فكرة يعني انت حرارك العالم انت الاداة اللي معاك ربما تكون مختلفة عن معظم الادوات اللي في ايد لا تستزل المحترمين انت بتحاول تطوحها لخدمة قضية بعينها فهل اختيار برضو المواضيع متاح يعني اي موضوع ممكن تطوعه لفكرة انشودة او اغنية ممكن تقدمها ولا فيه مواضيع ما تنفعش انها المديحة والانشاد ممكن يدخل في مجال الدعوة وفيه مواضيع ومواضيعين بس انا في الفيديوهات اللي كنت بعملها يعني معك فاني بفضل كنت بقدم كموعزة قرآن نعم دقيقة كآية معينة فيه ناس ممكن يعني تاخدها وتفسرها على الطريقة جديدة يعني زي ايه يعني مثلا يعني آية معينة تمام ويه مفصرها لهم بصوت مثلا هم ايه فيه ناس ممكن ياخدوها كصوت فيه ناس ممكن ياخدوها كتدبر في القرآن انت حرك بتركز اكتر يعني على الاطفال او سن صغير ولا هو برضو نفس المرحلة العمرية دي ممكن يكون الابتهال او المديح برضو جاذب لها الاتنين الاتنين يعني نفس الشريحة العمرية يعني فبقدم موعزة عن القرآن وتدبر فيها يعني بس طيب الوقت ما عرفش ليه النهاردة بياخلص بسرعة فكرة حالة يعني بعض المسائل اللي من هم شيوخ في القذر أو حكات زي كده دي مش بتسبب لحضرتك حرج لإيه حضرتك يعني لو في مشكلة فتوى أو مشكلة ما لها خصوصية في الدين يعني فكرة انت تقول لا أعلم أو لا أدري أو تحلها لأحد من شيوخنا لأظام في الأزهر أو دار الفتوى دا ما تسببش لحضرتك حرج في التواصل مع الناس لا هو حضرتك بالعكس هو كده بيكبرني في نظر الناس يعني بحيث نقطة الفتوى دي تلما بيكون موجودة كتير فبتعمل مشاكل كتير جدا ممكن تسبب الجهل إحنا دلوقتي مش مرحلة الفتوى دي مرحلة كبيرة جدا 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 للصبح إن شاء الله إحنا مش قدها خالص أو لسه إن شاء الله هتيجي تدرج يعني إحنا بنحاول نركز على الشريحة العمرية بتاعتنا بنحاول يكون الفئة بتاعتنا بحيث أن ينتج لأن الشباب دول طبعا هيكونوا أباء هيكونوا معلمين هيكونوا في شغل فالموضوع يبقى على نطاق واسع جدا لكن نقطة لما حد بيجي يسألني بقوله هتأكد لك أو أسألك حتى لو قلت أنا أو عندي علم بها أقول له لأ أنا هتأكد لحضرتك أو هسألك عشان إزاي أن العلم دو ينتشر لكن كثرة الفتوى الكتير بيولد الجهل صحيح ربنا وفاكو أنا والله كان يعني نفسي برضو الوقت يطول معكو لكن إن شاء الله ربما تجمعنا لقاءات تانية إن شاء الله أستاذ محمد هما بس بيستأذنوك بأنشودة تانية نختم بيها اللقاء ده بس قبل أن الحلقة تنشت بشكركم شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن هاشم أهشام مدارب تنمية بشرية شكرا جزيلا لك أستاذ مازن مصطفى الدعاية شكرا جزيلا لك أستاذ مازن وخالص شكرا لك أستاذ محمد الريفي المنشد الرائع وإن شاء الله تسمعنا شيء نختم به وقبل ذلك أشكركم شكرا جزيلا مشاهدين وغدا إن شاء الله تجدد اللقاء حلقة جديدة معكم مع الناس ونختم بهذا صوت العد مولا يصال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن في الجنة نهران من لبان لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهران من لبان لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فرضان عندنا وبها زال حب لا نخشى المحن حب آل البيت فرضان عندنا وبها زال حب لا نخشى المحن حب لا نخشى المحن حب لا نخشى المحن شكرا